اشتركوا في القناة اليومين دولة بنعيش يعني اسعد لحظات حياتنا واحنا بنتذكر ونتنسم مع بعض نسمات انتصار اكتوبر المجيد اعظم انتصار مصري عربي في التاريخ الحديث على العدو التقليدي بطولة نادرة قام بيها جنود ومقاتلي القوات المسلحة المصرية تفوق فيها على المعدات الحديثة ويمكن حطموا كل نظريات العسكرية التي تقول ان احنا ما كناش نقدر نعدي خط برديف ولا نقدر ناخد صنطي من ارض سيناء ولكن بعزيمة الرجال وتضحيات ودماء الشهداء قدرنا ناخد كل حقوقنا وانتصار عظيم النهاردة كان في لفتة كريمة جدا لازم نتوقف عندها ونتكلم ديئة واحدة حتى وهاخد تعليق من دفتة الكريمة بعد كده احتفاء القيادة السياسية وقيادات قوات المسلحة احتفاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقاتلين بقادتنا لقتلوا وحربوا وعملوا اعظم الانجازات في حرب اكتوبر شفنا النهاردة خمسة من كبار المقاتلين من الوقات خارج الخدمة حاليا ولكن لهم دور كبير جدا في انتصار اكتوبر من ابطال السعقة المصرية العظيمة اللي كان لهم دور كبير جدا من ايام حرب الاستنزاف وحتى انتصار اكتوبر التكريم والوفاء والعرفان بالجميل شيء مهم جدا برحب بدافتي الكريمة الاستاذة الدكتورة نسرين عبدالعزيز استاذ الاعلام برحب بك وبقول لحضرتك كل الشعب المصري كل عام واحنا طيبين وفي انتصار دايما يا رب يا رب كل سنة حضرتك طيب وكل الشعب المصري بخير وسعادة ان شاء الله دكتورة نسرين انت متخصصة في عمل بحوث علمية ودراسات وتأليف بعض الكتب الخاصة باكتوبر والانتصار والدراما الوطنية ويمكن لك بحث علمي هايل بعنوان سينما اكتوبر وايضا لك كتاب عن دراما اكتوبر فخير من يحدثنا عن الفن اكتوبر والدراما بشكل عام حضرتك ولكن اعاوزين نتوقف عند اللفتة الكريمة اللي كانت النهاردة وتكريم قريبا وقادتنا من قادة القوات المسلحة اللي كان لها مدور كبير في انتصار اكتوبر وتكريم الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بجانب الرئيس السيسي وتقديم التحية الاسكرية لحضرتهم واشكر سيادة الوئيس عب بفتاح السيسي على دايما لفتاته الانسانية الجميلة دي لان دود عيفان بالجميل لهؤلاء الجنود وغيرهم طبعا اللواح وشهداء من اجل الوطن او اللي موجودين معنا حاليا صحيح وانا بشارك حضرتك طبعا تقديم التحية لكل مقاتلينا وكل شهداءنا اللي لو لا هم ما كنا حتى الان ابدأ محرك من البحث القيم اللي انا قريته السينما اكتوبر ولا نتكلم بشكل عام عن الدرامات الاول رح تكستاذ خالد انا سيبال حضرتك شيف نبدأ ازاي نبدأ بشد انتباهي البحث العلمي وخاصة لما يكون في بحث وفي دراسة لازم نستعرضها ازاي حضرتك تناولتي هذا البحث وكانت اهدافه ايه ورصدتي ايه من خلاله وفي النهاية اهم النتائج طبعا من سبعة وستين لتلاتة وسبعين وما بعد تلاتة وسبعين طيب خلينا اتكلم في الاول ان انا اساسا دايما بتابع الافلام والمسلسلات اللي بتتكلم عن حرب اكتوبر من زمان يعني من قبل ما ابدأ افكر في موضوع البحث انا فكرت في البحث بعد ما اتكرر مشاهدتي لهذه الافلام يمكن كان بيجذبني ديها عناصر معينة فمنها موسيقى التصوير هنتكلم عنها منها بعض القصص الومانسية اللي كانت بتبقى داخل العمل يعني غازبنا عني وفتيات كتير في سني ممكن ننجذب وممكن ده عنصر الجذب اللي خلينا من خلاله نقدر نشوف بطولات جنودنا وهما كانوا صراحة اسكية في الجزئية دي فبصراحة حاسيت ان احنا المفروض نبدأ نعمل دباسات علمية عن الافلام والدرامة الوطنية بشكل عام واللي كمان بتتناول انتصالاتنا بقى وحبوبنا سواء كانت النكسة او حرب 73 او اي نوع من انواع الحبوب اللي ممكن تكون دخلتها مصر ده لي عشان انا اوصق هذه الحبوب علشان تبقى زي نوع من انواع التوصيك لاجيالنا لاني في اجيال كتيرة لحضرة 73 انا ما حضرتهاش على فكرة انا عرفتها من ايه افتها من الدرامة والاجيال اللي بعدين واللي بعدين عايزين نوبطهم بوطنهم عايزين يبقى فيه كده صلة ما بينهم بين وطنهم ونبدأ بقى نغرز فيهم بقى قيم الانتماء وحب الوطن والتطحية ونوويهم بقى تطحية جنودنا فانا ما اشتغلت اشتغلت على الافلام السينمائية لتناولة حرب اكتوبا واشتغلت في الكتاب على المسلسلات فخلينا نتكلم عن الافلام السينمائية لا كمان كانت فيه فيلم قبل انتصال اكتوبا لأسنى حرب الاستنزاف اغنية على الممار اغنية على الممار انا خدت في الفكرة ايه الافلام اللي تناولت الفترة الممهدة لحرب اكتوبا سواء اللي علاقة بالنكسة او حرب الاستنزاف او حرب اكتوبا نفسها فأنا خدت الفترات كلها فأغنيها الممر مثلا ده كان من الأفلام عايز أقول هو الأفلام الشديدة شوية يعني حتى تأثيرها على الجمهور وفي نفس الوقت كان فيها الواقع طبعا محمود مرسي طبعا العملاق ده مدرسة الوحيدة في التمثيل ومعها صلاح قبيل ومع محمود ياسين مع مجموعة جميلة جدا أنا مش هقول لحضرتك هو الفيلم الكائف شوية إذا قاعدت تفرج عليه هو أنت مش شايف علاقات كتيرة اجتماعية أنت كلهم موجودين في ممر معين الكتيبة دي هيتم القصف عليها عايزيني النجاء فيه فيه قصص كتيرة متبطة بالجزئية دي خاصة أنها كانت بتتزامن وقتها كان قبل اتصال اكتوبر اللي هو في حالة الإحباط اللي موجود عند الشعب المصري اللي هو الناس كلها عندها كتاب ونفسهم في النصر برغم أن كان فيه عمليات فدائية وعمليات عظيمة أمن بها قواتنا وقواتنا الخاصة في الفترة من سبعة وستين لتلاتة وسبعين بالضبط كده هو فلازم هنتكلم فعلا وفيه عمليات عسكرية كتير وفيه أفلام غطت على فكرة الفترة ديت فبالنسبة للفيلم دوت كان بيقول لها الانتماء التضحية إزاي القائد العسكري لما عايز يسابر من أجل أنه كتبته ما يتمشي القضاء عليها وإزاي كلهم في الآخر ماتوا فيما عدا كان محمود ياسين وما كانش عايز زوترك محمود مرسي وعايز يكمل معاه لحد آخر زي ما بنقول قطرة بدمه علشان خاطر هو ده صح هو بيحمي وطنه وما تعلمش طبعا أنه هو يتخلى عن أي أفراد من الأفراد كتبته لما نيجي ندخل بعد كده هو على الفترة بقى اللي هي الأفلام اللي هي كتا عن حرب أكتوبر وبعدين هنتكلم أنه فيه أفلام زي طريق إلى إيلات لتناولتني الفترة المبين اللي استنزافهما بين حرب أكتوبر بتدمير مدميرات إيلات برؤمن أنه تصور أو اتعرض في سنة 1993 في تسعينيات بس هو التناول بقى يعني عملية من عمليات القوات البحرية العسكرية البحرية في الوقت ده في عندنا تعلم دي فترة حرب الاستنزاف بالضغط فنقول لحدها كفيه عندي أفلام ظهرت بعد كده في تسعينيات ومسلسلات عملت زي ما نقول بقى سبوت على بعض العمليات العسكرية اللي كانت بكتمل في الفترة دي اللي الشعب المصري ما يعرفش عن حاجة الشعب عارف أن فيه النكسة وفيه حرب الاستنزاف وعرف أن فيه عندي أكتوبا حرب أكتوبا والنصر الجميل فلو هنيجي نتكلم بقى عن الأفلام هتلاقيها كلها في السبعينيات أيوة ودي الدراسة اللي أنا يعني وصلت في نتائجة إن أنا كان عندي يعني زي ما أقول إيه زخم من الأعمال السينمائية في السبعينيات وبعدين هب تمانينات مش لقيا فيها حاجة في تسعينيات بدأنا نربع تاني في الألفينيات بدأنا بقى خلاص الانتاج يبقى أكتر فدي كانت الملاحظة اللي أنا وصلت لها نتيجة الوصد الأعمال اللي موجودة عندي السينمائية وده بيشكل يعني أو بنوجه عتاب للصناع السينما بسطt كجمهور بقى كجمهور أنتو فين من انتصار عظيم جدا دول كثيرة جدا لم تحقق 10% من هذا الانتصار ولكن صوروا بطولات لم تحدث زي مثلا حرب الأفلام الأمريكية اللي صورت الجنود الأمريكية كأبطال برغم أن هم معتدين مثلا في حرب فيتنام يعني قلب الحقائق إحنا عندنا قصص بطولات حقيقية والحدد دلوقتي على فيك يا فندم والحدد دلوقتي لسه ما تمش يعني هقول لحددك من توصيات الدراسة إن إحنا لسه محتاجين كتير يعني إحنا لو خدنا بطولات جنودنا إحنا مش هنتخلص يعني فهيبع عندنا زخب من الأفلام تعرف حقيقة الخمسة الأبطال اللي كرامهم الرئيس سيسي النهاردة لو في دراسة عنهم أو في سيناريو يتعمل عنهم فيلم واثنين وثلاثة وخمسة كمان ده ممكن كل واحد يشيل فيلم قصص صحيح قصص هذه كمان تتناول القصة من جانب الاجتماعي والسياسي الجندي ده حياته عاملة إزاي وصرته زوجته عاملة إيه يعني اللي بيسيبها يعني فطوات طويلة عشان خاطب يقف على الجبهة ده قصص جامدة وإنسانيات غير طبيعية لازم اتضمت تناولها بصراحة فأكمل بقى الأفلام اللي في السبعينيات هل الأفلام اللي في السبعينيات دي غطت المرحلة دي وركزت على الهوية الوطنية هل تناولت الحياة الاجتماعية المصرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الوقت ده ولا ركزت على بعض القصص الرومانسية من خلال بعض اللقطات الحربية وبعض اللقطات الرومانسية مثلا لما هتكلم هنبدأ مثلا بفيلم بدور بدور قبل رصاصة لا تزال في جايبي طيب هو فيلم بدور بالنسباني أنا كتحليلي هو قصة رومانسية بحتة يعني يدخل فيها كده بعض اللقطات البسيطة اللي عجبها اللي هي مسجلة ومصورة قبل كده دائما بحيث أن فيلم بدور هو مش فيلم بيعبارلي عن الحرب حتى ذات قدر أن ما هو بيعبارلي على الجانب الإنساني نوعا ما أن الناس المستنيين الأهالي المستنيين ولاد على الجبهة الجزء الاجتماعي لكن كجزء حربي أنا ما بعتبرهوش من الأفلام الحربية غيرنا قصة رومانسية جميلة طبعا بين محمود جاسيني ونجلاء فتحي لكن لو هشوف المقابل قدامه وصاصة لا تزال في جايبي وصاصة لا تزال في جايبي لا أنا بعتبره من الأفلام الحربية القوية هو فيه جزء رومانسي بس فيه جزء رمزي غير طبيعي أنا مش عارف يا دكتور لازم أسألك ليه فيلم الرصاصة لا تزال في جايبي بالذات معلم مع الناس حتى هزي اللي حصل يعني لو سألت كده عينها عشوائية من الناس كلهم هتذكروا بزبط هيجمعوا على الرصاصة عارف حضرتك ليه؟ لأن الفيلم ده فيه مجموعة رموز ودلالات غير طبيعية يعني أنا عندي محمود ياسين البطل وعندي نجوة إبراهيم اللي هي بنت عمه وعندي يوسف شعبان هذلك تعرف أصلاً أن الفكرة أولاً جانب الرومانسي إحنا طبعاً عندنا رقطات كتيرة جداً مطبطة بالحرب ووجودوا على الجبهة يعني الجزء الحربي موجود معايا بس الجزء الاجتماعي هو برضو جزء حربي على فكرة لأن أنا أعطاكم وجود نظر إن كان بيرمز نجوة إبراهيم كان بطرمز إلى مصر ويوسف شعبان بيامز للإحتلال محتل اللي بيختصبها فبيحتل الدولة أنا كنت حاس أنه هو بطل الجزء الاجتماعي بالجزء السياسي فحتى الجزء اللي إحنا شايفينه ده هو دلالة أصلاً للواقع اللي كانت عاشاً فيه مصر وفكرة إن معاوص وصل علشان ينتقم منه علشان ما هي في الآخر ما هي دي برضو زي بلده ما هي بنت عمه طبعاً هي يعني عرضه العرض والأرض بالعرض والأرض فهو كده وصل لرسالة صح فعشان كده بقولي الفيلم ده قويب جداً من الناس ليه لأنه هو تناول القضية من جزجاً بطالة طبعاً عمر خرشت طبعاً يعني موسيقى تصورية بقى كان هو نجم لفتة السبعينات في الموسيقى تصورية الفلام الوطنية خلت بصراحة الموسيقى غير طبعية يعني أنت أولى الموسيقى مطبطة بالفيلم تسمع الموسيقى طبعاً في الفيلم خلاص مش محتاج بقى تشوف الفيلم أساساً أو الفيلم ده اسمه إيه أو أبطاله إيه هو كان فنان وكان بيازي بكل إحساس صحيح عشان كده كان وصل للجمهور تمام ودعم نقدمنا عناصر الجذب للأفلام طب خلينا نكمل مع حركة دكتور معانا تقرير أعزائي المشاهدين نشوف التقرير نرجع عندنا كلام مهم جداً مع الدكتورة نسيرين عبدالعزيز وعندنا تحليل لسينما أكتوبر أنا شايف أن الأفلام وصلت لنا رسالة كويسة قوي عن حرب أكتوبر إحنا كجيل ما عشناهاش بس قدرنا من خلال الأفلام ديات أن إحنا نعرف الأوضاع اللي هم كانوا عايشينها الحرب وإزاي اللي برضو كان النساء برضو لها دور كبير إن هي تشارك والأفلام برضو وصلت لنا الرسالة ديات عرفنا كتير عن الحرب وإزاي الجيش وكله تشارك مع بعضه وقدرنا ننتصر على العدو والحمد لله كان الأمور كلها كنت في صلاحنا الحمد لله السينما المصرية عمتاً أثبت لنا بشكل كبير إحنا كمواطنين مصريين كالأجيالة الحالية دي ما عشتش الحرب وكده بس أثبتوا فعلاً أن نبالت الجنود اللي كانوا فيها وقد إيه الجنود دول كانوا بيدحوا علشان كل فرد من الشعب المصري يعيش وكل الناس تعيش في أمان وطغاء ما يقدرواش يتغلبوا علينا أو أي حاجة زي كده الأفلام السينمائية بتاعت زمان وصلت لنا حرب أكتوبر يعني بطريقة إحنا ما عيشناش أصلا حرب أكتوبر الجلدة فالأفلام وصلت لنا لقد إيه الجيش كان بيعاني وقد إيه كانت حرب يعني صعبة بالأفلام اللي إحنا شفناها طبعاً الأفلام إدلت إن هي تنقل الحرب لينا بصورة يعني أكننا عيشناها بصورة وقعية فيعني حسينا بالمعاناة اللي هم حسوها وشفنا يعني قد إيه الحرب كانت قوية وكان فيها تخطيط وكان فيها يعني استراتيجيات حاجات كانت جميلة وأتمنى اللي إحنا في الوقت الحالي إن إحنا نعمل أفلام بنفس الوقعية اللي هم كانوا عاملينها أهلا بحضراتكم مرة تانية عزيزي المشاهدين ما زلنا نواصل لقناة ونحن نتحدث بفخر واعتزاز وبكل وطنية عن انتصار أكتوبر المجيد تحية للرجال تحية لدم الشهداء بكمل مع ضيفات الكريمة الدكتورة النسرين عبدالعزيز أستاذ الإعلام برحب بك مرة تانية دكتور وبنستعرض مرحلة سينما أكتوبر وبنستشرف المستقبل أن نحن نتوقع بإذن الله من الدولة المصرية في القريب العاجل أن يكون عمل ضخم يليق إن شاء الله نحن بدي احتفل العام القاني بمرور خمسين عام على الانتصار إن شاء الله أكيد أنا واسقة من ذا طبعا طيب إحنا كنا نتكلمنا خاصة على وسط على التزال في جيبي فيه في نفس الفترة دي عندي بعض الأعمال اللي هي إطابة ومنسي بقى بحث زي حتى إخي بالعم ده كان يعني قصة ومنسية لطيفة ما بين محمود عبدالعزيز ونجوة باهيم بس أمر خوشت كان النجم الموسيقى كانت غير طبيعية كانت جميلة جدا إذن من عناصر الجذب في الدراما طبعا الموسيقى التصويرية أحد عناصر الجذب طبعا طبعا حتى إخي والعم كلنا عارفين الموسيقى التصوير الخاصة بها عاملة إزاي فأنا ممكن ما بقاش عايز أتفرج على الفيلم أو أنا ما بحبش أتفرج على طبيعة الأفلام دي بس من الموسيقى أحب أتفرج من القصة الرومانسية ممكن أبدأ أن درك في المشاهدة والنتيجة هتكون أنا أبدأ أعرف معلومات بقى عن الحرب وخلافها تمام في عندي لعم اللحظة بطولة مجدى وأحمد مظهر الفيلم ده جميل قوي دي الأفلام اللي بعتبالي الأفلام الحربية فعلا لأن كان بتوصق بطولات كتيرة جدا على الجبهة وبتوصل فئتين فيه الناس اللي كانت مستهترة وعيش حياتها ومش في دماغها الحرب وفيه الفئة اللي كان همها كله أن هي دفع عن بلدها فكان لما حدرك تزر التناقض ده فبتبان قيمة حب الوطن والتضحية فمجدى كانت قيمة دور جميل جدا ويا صحفية وبتقاتل عشان تطلع على الجبهة وبتغطي أخبار الجنود على الجبهة ده كده فيه كمان إبراز لدور المرأة ده كنت عايزة أقول لحضرت كده أنا باب صدور المرأة في الحرب يعني إحنا مش عارفين في حرب أكتوبر المرأة كانت بتعمل إيه لا هي المرأة كانت أم لشهداء زوجة جندي أو زوجة شهير أو صحفية عايزة تطلع تغطي على الجبهة أو في الطاقم الطبي أو في الطاقم الطبي لما بتطوع علشان خاطر تداوي الجرحة الجنود وخلافه فالفيلم ده جميل قوي وكان فيه مشاعر كتيرة جدا وكان فيه تغطية حلوة جدا للواقع الحربي المشهد بقى اللي هو ضرب المدرسة اللي هي كان بحر البقر هو المشهد ده يدرس أنا بقول بالفيلم كله لأن لما ضربت المدرسة الهوية الوطنية بقى الهوية الوطنية سعز أقول لحضرتك لما ضربت المدرسة وبقى خلاص الدنيا أشلاء والكتب مرمية ده رمز وموز الدم الدم موجود الأحذية الطلبة فيه بقى الصبورة الصبورة مكتوب عليها إيه بقى يا أستاذ خالد بسم الله زرعة حصد كلمات دي كلها لها معاني كثير ودلالات كثيرة مع أغنية يا بلادي يا بلادي الأغنية كانت جميلة جدا معبرة جدا مع اللقطات اللي كانت متصورة قد إيه مستنا كلنا وقد إيه تتمعاني كثيرة وإحنا هنكسب ومش هننكسر ومش هننكسر إحنا بنزبع وهنحصد وحتى العمليات اللي هي بتبقى يعني أقول بالغدر لا في الآخر إحنا هننتصر فأعتقد المشهد دا من المشاهد الجميلة جدا مع الأغنية الأكتر من وقع مع طبعا تمثيل طبعا مجدى طبعا وأحمد مظر كان فيلم جميل جدا دخلنا سبعينيات يعني إحنا دخلنا في الجزئية دي ممكن بقى نبدأ نتكلم قلنا وصصة تزال في جايبي قلنا العمر لحظة فيه عند حضرتك وحتى آخر العمر زي ما تكلمت فيه فيه عندي بقى شرطة جي في التمانينات كده تمام يعني أنا أحاول أوصل السبب إيه هل ما كانش عندنا برجت ما كانش عندنا إنتاج الموضوع ولا نزقت من طبيعة الأفلام دي بصراحة الموضوع دا كان غريب شوي في التسانيات دخلنا بقى في حكايات الغريب أيوة تمام العام محمد علي بقى المخرجة الجميلة ورائعة رائعة رائعة صراحة هي جميلة جدا وعملت بقى كمان طريق الإعلات يعني كسر الدنيا عملين أكتر من رائعين صحيح والطريق الإعلات اللي كنت منتكلم أنا بحضرتك عنه في الأول بقى اللي كان بيغطي لي العمليات اللي هي بتقوم بيها الكوات العسكرية سواء بقى عندي بقى كتجوية كتبحرية كتبحرية طبعا في الفيلم وإزاي العمليات دي كانت مهمة جدا صحيح عشان أنتقل من حالة النكسة لحالة النصر رفع الروح المعنوية للمقاتلين والجنود فكانت مهمة جدا صحيح وطبعا كل النجوم العمل ده يعني يستحق التحية وعلى رسوم طبعا نبيل حلفاء وإزة العليل وإستاذ نبيل حلفائي كان أقصر من الرائع وكل بقى الأجيال الشابة اللي كانت موجودة في الفترة دي كلهم صحيح كانت أجيالين بالدور متميز جدا حتى لما كان عندي مشهد كان فيه مشهد جميل جدا أن أحد الجنود جات له نوبة خوف مش قادر ينزل مع فريق الفريق علشان يبدأ يقوم بالعملية اللي هي تفجير مدمرة أئلات فجاب له حالة رعشة وخوف غير طبيعي نبيل الحلفاء وينزل اللي هو القائد يعني خد بعضه وينزل برغب أنهم عندوش لعقة بدنية سنة ما يقدرش ينزل بس أهم حاجة عنده إيه كانت البلد أهم من حياته فشوف حضرك التطحية عاملة إزاي عايزة أقول حاجة إن إحنا فيه كلمات جميلة بتخدم داخل العمال كل فيلم كان فيه بعض الجمل والعبارات اللي الناس يعني تتذكرها يعني مثلا عندك في العمر اللحظة يعني مثلا الدم غالي بس بلدنا أغلى مثلا علشان مصر يتعيش أغلى الناس تموت بصي حاضرتك الكلمم عشان مصر يتعيش أغلى الناس تموت مين أغلى الناس اللي هو هيبقى الأب هايبقى الزوج هيبقى حد من العيلة بس عشان مصر يتعيش صحيح هي أغلى حاجة وإحنا في فضلهم عايشين دلوقتي في مثلا الطبيقية إيه لئيلات نجاح العملية أهم من حياتي بصي الجملة فيه كلمات تانية بقى أسود، جيوش وخوش البحر طريق الائلات ده بيديهم الحماس والقوة دايما الله أكبر دايما بتردد داخل الأعمال كلمات دي بتديلي حماسة فده بيديني معنى أن أي كلمة داخل السينابيو لازم أوقف ده بالي منها كويس قوي علشان كل كلمة لها دلالة نجي بقى في الألفينيات عندنا بقى حاجات كتيبة ختمة طبعا بفيلم الممر 2019 لنه كان أكثر من واقع لأننا حسيت أننا عودة بقى تيني أننا أعمل دراما سينمائية تبدأ تتكلم عن مش حاول بأكتوبا لأنه كان يتكلم عن الفترة حدثت الاستنزاف مبين 67 لحد مرحلة مهمة جدا عمليات مهمة جدا لأنني حاجة مهمة غضب الشعب المصري عندك الناس كان فيه قسام مبين الناس المتعطفين مع الجيش مبين الناس اللي كانت غضبانة هم مش غضبانين منهم للأسف هم غضبانين أن هم خسروا أن حصلت نكسة عايزين ينتصروا فكانت ساعات بعض الأشخاص بيبقوا منحرفين في طريقة تعبارهم أو في طريقة التعامل معهم فكانوا بيتعاملوا مع الجنود للأسف بطريقة مش كويسة زي المشهد اللي هو مع أحمد عز لما كان واحد يعمل مكالمة بالسنترار وكان الموظف هناك بيعطاله لأنه مقتنى أن أحمد عز هو السبب في النكسة مع أنه هو سبب بيته سبب حياته وتعرض لحاجات كتيبة ممكن الموظف ده ما تعرض لها الفيلم ده بالذات يا دكتور قضى على مقولة الجمهور عاوز كده لأنه لما تعرض عمل جيد زي الممر بعد فترة توقف لأن الإقبال من الشباب كمان أكتر من فئة عمرية ولا إقبال وسينما وسينما مش في التلفزيون وكان إقبال كبير جدا ده بيؤكد أن العمل الجيد واللي بيمس حياة الناس أو يمس شعور الناس شفنا إزاي كمان الناس في وقت الأزمة بتلتف حول الجيش لأن الجيش المصري الوطني الشريف هو جيش فريد من نوعه قوامه الأعظم من المجندين كل أسرة لها فرد بيؤد فترة تجنيد وبيرجع حتى ضباط الصف والضباط العاملين هما عمي وابن عمي وابن خالي يعني هو جيش فريد من نوعه عشان كده فيه رباط إلى عيوم الدين بإذن الله بعد كده يا دكتور طيب دخلنا في المسلسلات كمان المسلسلات بقى فيه عتاب بقى يعني عن المسلسلات أنا ما عنديش مسلسل كامل على بعضه بيغطيلي أحداث حرب أكتور أو مثلا بيغطيلي الفترة الموهدة أنا دايما مسلسلاتي دخلة في قطار لإما مخابرات قصص حقيقية زي دمو وفعيون وقحة زي طبعا العدل الإمام رقفة الهجان لمحمود عبد العزيز التعلى دنور الشريف الحفاظ الحفاظ كان عملية برضو اللي كنا بنتكلم فيها أنا وحضرتك لعمليات ريكا بتتم في فترة الاستنزاف زي مثلا نتكلم زي العميل ألف واحد مصطفى شعبان وحلقة الطيور هي كلها بتبقى أقرب للعمليات اللي هي مطبطة بالمخابرات العامة ومطبطة بالجلسلسية بنسمى عملات بينية فبتبقى في قطارها أو سيف ذاتية لبعض الفنانين أو بعض الرؤساء فغصبا عن طبعا العمل بيدخل في كل الفتوات الزمنية اللي بيتعيشها هل محتاجين مسلسل يقبر عن أكتوبر ولا الفيلم بيكون أسرع وأوقع يعني موجة نظرك محللة هو الفيلم أسرع وأوقع لأنه ساعة ساعة ونص فأنت هتقدر أنك أنت تلمي بالموضوع وسهل أنك أنت تشاهده على أكتر من المنصة بس أنت محتاج مسلسل 30 حلقة أو 15 حلقة يوميا بيدخل البيت يوميا بتوضع 3-3 ساعة تتفرج عليه شوف كم القيم اللي حضرتك هتكتسبها منه إيه شوف أولادنا هيوطبطوا بالعمل قد إيه مش هتبقى ساعة ونص وخلاص اتفرجت عليه مرة ممكن ما تفرجش عليه تاني لأنه عندي 15 يوم بتفرج عن مسلسل ده أو 30 يعني التوصيل اللي نطلع بها في نهاية اللقاء اللي مر بسرعة شديدة جدا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إيه التوصيل اللي توجيهها لصناع الدراما للقائمين على صنع دراما وطنية أولا إحنا لسه محتاجين أفلام كتير جدا يعني النقطة إحنا وقفين عندها دي نقطة حلوة قوي بس لأنا محتاجة أفلام كتير جدا تغطي البطولات حقيقية لجنود كتير جدا هم غيبين عننا إحنا ما نعرفش عنهم الكسير من المعلومات محتاجة إن أنا يبقى عندي مسلسلات درامية بتغطي للفترة دي وتبقى الفوكوس أو التركيز على الفترة دي الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي محتاجة أقدم بقى كمان كنتنت للأطفال محتاجة إن أنا أقدمهم أفلام للأطفال أفلام كوتور تكلمهم عن المرحلة دي عشان يجيلي اللي طالع دوت أربطوا بوطنه بدري بدري عشان ما نوش نتعب بعد كلمة لاربا يكون عندهم وعي ونعزز عندهم قيم الولاء والانتماء منذ الصغر وهي دي التنشاعة الأسرية والتنشاعة في مراحل التعليم الأولى دي هي اللي بتكون شخصية الشيب ويساعدنا كثير في المستعب أنا في الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على معلومات حديك القيمة وعلى دراساتك اللي هي بتصب في الصالح العام وزي ما يعني دايما بنقول إن الدراسات العلمية إذا وظفت لصالح الهوية الوطنية والدولة الوطنية ده بيكون لي أثر كبير جدا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتورة نيسرينة عبدالعزيز أستاذ الإعلام على وجودك معنا شرفتيني ونوارتيني أعزائي المشاهدين الكلام والحديث عن انتصار أكتوبر وفترة حرب الاستنزاف لا تنتهي محتاجة حلقات ومحتاجة برامج ومحتاجة أفلام ومسلسلات ولكن إحنا نتعشن في الدولة المصرية أن تقوم في هذه الفترة برعاية أعمال كبيرة يعني تعبر عن جزء من بطولات أبطل عندنا بس المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد الزهبي إبراهيم الرفاعي يتعمل عنها مسلسلات وأفلام كتيرة جدا وغيرها وغيرها من القصص البطولات المليئة بيها يعني نقول خزينة الإدارة العامة للشؤون المعنوية بقوات مسلحة عندنا قصص كتيرة جدا نتمنى في الفترة اللي جاية نشوفها وتشوفها كل الأجيال القادمة كل التحية والتقدير لأبطلنا أبطال أكتوبر وكل التحية والتقدير للقيادة السياسية التي قامت بتكريم أبطال أكتوبر عاشت مصر عزيزة أمينة مستقرة والله الموفق والمستعان وزي ما بقول دايما ما تخافوش أبدا على مصر لأن مصر فيها رجالة تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة